عن الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس الجزائري محمد بوضياف اغتيال بوضياف قصة رجل مأساة وجزء من مأساة وطن السيد محمد بوضياف ولد في منطقة ولاد ماضي في ولاية مسيلة في 23 من جوان 1919 واغتيلة في مثل هذا اليوم من عام 1992 بين التاريخين سؤال كبير تحته الكثير من العنوين من قتل بوضياف لماذا قتل هذا الرجل وقرأ في المشهد السياسي انذاك وتبعاته الى حد الساعة معي سيكون مجموعة من الضيوف هنا في الستوديو من باريس ومن الجزائر للوقوف عند هذه الذكرى اغتيال رئيس في الجزائر فاصل قصير ونبدأ النقاش مجموعة من الجزائر ومن الجزائر ومن الجزائر ومن الجزائر مجموعة من الجزائر ومن الجزائر ومن الجزائر مجموعة من الجزائر كل مجموعة من الجزائر الجزائر ورحبك سيد محمد استمعت لبعض الشهادات ايت احمد غزالي وايضا علي احياء عبد النور 20-20 سنة من الاغتيال وما زال السؤال مطروح عن من قتل هذا الرجل لماذا جئ به للبلاد كيف تعيش انت المراقب السياسي لشأن الجزائري هذه الذكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعني اولا نترحم على الشهداء كل الشهداء شهداء الجزائر وشهداء المنطق العربي ايضا ورحمة الله على محمد بوظياف الرجل الذي كان بلا شك احد اباء الثورة الجزائرية واحد الذين فجروا الثورة الجزائرية خططوا لها وفكروا لها وعملوا لها عمره كله وكان من الاباء السبعة الذين فجروا الثورة الجزائرية وكان ممكن ان يكون هو الذي يقود في البداية ولكنه كما نعلم تخلى لذلك لمصطفى بن بو العيد محمد بوظياف ظل وفيا لمبادئه ظل وفيا لأفكاره وفي ايام الاستقلال اختلف مع جيش الحدود اختلف مع ابن بلا اختلف مع الذين سطوا على السلطة بقوة الدبابة وعارضهم وعارضهم بشدة ثم فر بجسده الى المغرب حيث ظل محمد بوظياف ربما نتذكر اليوم طبعا 20 سنة على مقتل بشع او امام العالم ربما اكثر ملاحظة ربما اللي تقدم هو انه ما رفضه ايام العقداء في 62 قبله على ايدي الجنرالات في 92 ربما هذا هو الخطأ المميت وبكل تأكيد هو الخطأ المميت وواضح ان الذين جاءوا به هم الذين قتلوه هناك شهادات متعددة في هذا الاتجاه ولكن يبقى عن الصور يتظهر في شاشة قدومه اول يوم اللي قام في جزائر يعني لا نعتقد بأن هذا الرجل متآمر يعني اكيد انه معطوله قصة معي ناحتى قنعوه بهيجي منه لا 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 أعتقد الرجل أعتقد انه الرجل كان عمره 73 سنة لا ننسى ذلك كان دائما له عنفوان ثوري وكان دائما من الذين يعتقد انه ينقذون الجزائر وبالفعل ساهم في انقاذ الجزائر من الاستعمار وساهم في تحرير الجزائر وكان احد محريريها واحد مفجري الثورة كما قلت لك وبكل تأكيد انه لما جاء جاء على اساس انهم صوروا له بان وجوده سينقذ الجزائر مرة اخرى وانه مثل ما حررت وشاركت في تحرير الجزائر ستشارك اليوم في انقاذ الجزائر من مخاطر محدقة بها طبعا انا ذاك كان بالنسبة لهم انهم يقولون ان هناك الاسلاميين وهؤلاء سيعيدوننا الى 14 قرن الى الماضي وقدمت له صورة مغالطة تماما لما كان يجري لكن طبعا هذا لا ينفي مسؤوليته لا ينفي مسؤوليته انه صحيح انه تردد وقبل ثم رفض ثم عاد فقبل تحت ضغوطات شديدة ربما يأتي الحديث عن هذا الامر لكن لا ينفي بكل تأكيد انه جاء ليرأس مجلس غير شرعي جاء ليوضع على رأس مجلس انشأه الجنرالات بعد ليس وقف المصار الانتخابي كما يقول بعض الناس يعني أنا أرفض هذه الكلمة وإنما بعد انقلاب يقل مع معناه لأن لو كان فقط وقف المصار الانتخابي كما يقولون لا وقفوا الانتخابات ولا بقي الشاد بجديد رئيسا ولا بقي الدستور قائما ولا بقي أشياء أخرى قائمة لكنهم في الحقيقة انقلبوا على كل شيء بما فيها الانتخابات لبكل تأكيد والتاريخ الآن ربما بدأ ينصف ولو بشكل مغاير ما يحدث في المنطقة العربية أن الجبهة الإسلامية فازت بها وفازت بها عن جدارة وعن إرادة الشعب الجزائري بغض النظر أنك تختلف معهم وتتفق معهم هذا شيء آخر لكن مما يشك فيه أن الشعب الجزائري أعطاهم مصداقية وأعطاهم حرية وأعطاهم ونشاهد اليوم أنه ما يحدث مثلا في مصر العالم كله متعاطف مع المعارضة ومتعاطف مع مرسي ومتعاطف بالرغم ربما أن حسب العرقام الرسمية على الأقل لم يكن فوز مرسي أو الرئيس المصري الآن مثل ما كان فوز الجبهة الإسلامية لإنقاذ آنذاك مما لا شك فيه أننا نعدل في الموقف من الرجال الرجل هذا كانت له موقف مشرفة جدا اعترض على الإنقلاب سنة 62 عارضه بشدة دفع ثمنا لذلك سجن في بشار عذب عذابا شديد ورفض مهما كانت الإغراءات رفض أن يمضي في خطة الإنقلاب وانقلاب 62 لكن كما قلت لك لسنا ندري حقيقة لماذا قبل ما رفضه في 62 ولماذا قبل وهو عمره 73 سنة ما رفضه وهو عمره 40 سنة هذا هو الأمر أكيد هو ما كان مشارك في كل هذه اللعبة وحتى من انقلب عن يعني الإرادة الشعبية كما تصفي تلك الفترة لم يكن يضع يعني بضياب كأحد خياراته يعني والدليل أنه خارد من الظالم يحكي يقول كنا في البيت وهرون ذكر الاسم أنا أجي صوتي يعني اللوكازيون هذه هذا يعطيك فكرة كيف تدار الدولة هذا هو كان سؤالي يعني كيف لمجموعة يعني يتكسر مؤسسات شرعية في البلاد يعني هذا سؤال مطروح في الشرع يعني المجلس الشعبي ثم مؤسسة الرئاسة يعني ويقيلوا الشدي وما يكونش عندهم بديل واضح سياسي عقلية الباندي عقلية الفوايو الآن بلطجية ولا شبيحة كي ما ركتشو هذه العقلية اللي سيدة داخل كانت سيدة داخل قيادة الجيش الجزائري للأسف واحدة من أكبر الإشكالات وواحدة من أكبر المآسي هو أنه وصلت إلى قيادة الجيش الجزائري من كان يوما ما يقاتل ليس يقاتل ليس فقط من أجل لقمة الخبز أو كما يقال الآن معنا مثل ما هو اليوم شرطة معينة أو جيش معين كان يقاتل من أجل تبقى فرنسا تحت الجزائر كان يقاتل محمد تواتي يعني الجنرال اللي يسموه المخ وهو واحد المخطط الرئيسي للإنقلاب مع الآخرين ظل في الجيش الفرنسي حتى مارس 1960 ولذلك يسموهم لي مارس محمد العماري ظل في الجيش الفرنسي حتى نهاية 61 خالد نزار جنيزية المجموعة اللي قامت بالإنقلاب كل المجموعة على استثناء واحدة أو اثنين كانوا قدماء الجيش الفرنسي وكانوا من الذين يقاتلون من أجل أن تبقى الجزائر الفرنسي قاتلون ضد ثورة الجزائر هذه واحدة من مآسي وهذه واحدة من أخطاء الشادل بن جديد الأساسية في الحقيقة بالرغم أن الرجل بكل تأكيد أنه في قضية الإنقلاب رفض وقال أنا أعطيت كلمتي للشعب ولن أنقالب عليه ولن أوقف الانتخابات لما عرضه لأن العرض كان أولا للشادل بن جديد قالوا لو تبقى في منصبك إذا ألغيت الانتخابات فرفض قال أنا أعطيت كلمتي وكان رجل شريف بيعتمات عنها لكن يتحمل مسؤولية وصول كبار ضباط الجيش الفرنسي إلى مقاليد السلطة طبعا لا يتحملها وحده قبله يتحملها بومدين لأنها تعود إلى 62 من الغرايب الأمور أن أحد الذين عذبوا بوظياف في حيدرا سنة 64 كان هو الكوميسار الذي اعتقلوا لما اختطفت طائرة الزعماء الخمسة التي كانت ذهبا من المغرب إلى الجزير وبالمناسبة هي أول قرصة نجوية في العالم وفي التاريخ تقوم بها فرنسا قامت باختطاف طائرة اللي بعدين تنسب إلى الإرهابيين اللي يقوم باختطاف طائرات لكن أول طائرة اختطفت قامت بها فرنسا قامت ضد هذه سأكمل معك قراءة لهذه الحقبة التاريخية المهمة ونفهم بعض يعني الحقائق لأنه ظهرت كثير من المعلومات الآن عشرين سنة منذ ذلك التاريخ وظهرت شهادات ضباط وسياسيين حتى يعني من كانوا في القيادة يعني في ذلك الوقت واتضح الأمر أنه كانت مؤامرة كبيرة يعني كما تتحدثون لكن أريد أن نسمع من ضيفي عبر الهاتف من باريس سيد ناصر بوضياف نجل الرئيس المغتال محمد بوضياف ورحب بيك سيد ناصر بوضياف في هذه الحلقة الله يسلم لك السلام عليكم ومشكركم الدعوة هذه سيد ناصر سيد ناصر أنت كانت لك كثير من التصريحات وكتبت كتاب وكنت دائما تتحدث أنه قرأوا مليح الكتاب بين السطور راح نتعرف من قتل أبي لكن يبقى أنه دائما يبقى يقول أنت رك ولد ولد الضحية هل لديك تأكيدات عن من قتل الرئيس محمد بوضياف والله يشوف يعني الدكرة تاع اليوم هذه دكرة عشرين سنة من اغتيال تاع المرحوم بوضياف كان كما تعلمون خالد نظار لجاء العالية اليوم وجمي مجا دي مرة الأولى ليحضر العالية وليجون يعني حكموه هذروا معاه قالوا له يعني الكاثفريتي هنفاس والله العظيم يعني قلهم بلي لافيريتي ولا صوري دوما هذي الكلام يعني تقيل بزاف لأن باش تكلم جنرال نظار يقول لك لافيريتي ولا صوري دوما رأوك اللاكتزولين حكامل يعني اليوم نحن تبلي اللاكتزولين ما كانش وهذي يخذ نظار وليق على كان سيد أحمد غزالي هو يتحدث لقناة فرنسية كان يقول بلي أثناء الجنازة كانوا الناس في الشارع سمعوهم يقولوا بلي جابوه وقتلوه هل هذه قناعة هل هذه قناعة أنه اللي جابوه هم اللي قتلوه يعني في النهاية هذه يعني أنا شوف أنا داك كنت معروض في القناة جزائرية كان لوقت هذاك حمراوي يدير واحد ينمي سيون لذلك عربني أنا وقلت لهم حقيقة قتلهم يعني الناس اللي جابوه وليقلوه بس كيف كيف قلت لهم أنا أول نسمعت هذه في رئاسية نهار جنازة كانت الناس الشعبي يعني يحضر في الجنازة كانوا يزغيوا اللي جابوه وليقلوه ثلاثي والسؤال طرحته أنا ذاك عشرين سنة مي قلتوا واحد ما قال كيف تقول الناس بلي حنا لحنا نقتلنا دون السؤال مطروح أنا شخصيا الناس اللي جابوه وما اللي كانت عندهم يعني كامل كارت في ديهم في 22 وما كانوا مسؤولين على مالوريز 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 وما صار في عالنابا 56 قارت وواحد منهم الدخل هذي يعني بالحقل ما متخش داخل مازات 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 السلطة تأكد على لا تاز بوم عرافي لا بوم عرافي نقولك صحيح يعني كنت صحفية أنا دا كانت في و تلك نحن بعد 10 أبري تلقينا نحن قتل لانصر قتل شفت قتل واحد مور لريدو قتل ميت هم هما ماذا لم يتم علموها قتل واحد اللي مات رئيس بودياف قتل شفت وقتل معيني قتل واحد قتل طايح مور ريدو لانا في نظريتي السيد هذا الذي كان عز تم . السيد الذي نف العمالية قتل لانا يعني باش نتفاهم الرول تاع الجيس كيف شوال عنابة مخميش 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 لعجادة البروشي مخميش مخميش كانوا يعني زادوهم انش جامي ولكن ميكونش يعني ان الليمان تاع الجيس مور ريدو هذي مكانش من هذي مكانش وانا جاني معلومات هذي اليمات قالوا لي لذي تاع الاغتيال تاع المرحوم جابوا معنا فيه واربعا من الجيس جابوا البالي بلا كيلتور دخلوا قعدوا نص ساعة وعودوا خردوا وش رح يديروا رح يشوفوا كيف رح نفت العملية يعني كان بزاس يعني الاسئلات طرحوا يعني منذ يعني عشرين سنة واحد منهم يعني في الفيين حكمت بعثوا بريا يلاتلوا في القرس قلتلوا يعني لترتاح التاز دلاتيزولين تيام بلو تما التاز ما كان وقلتوا برغانكو وش كيف الصلاة الان حتى الان جميع ما رحب قلنا لهم بلي لطوفي جميع ما دارت قلنا لهم بلي كان امبال طوراكس يعني كان امساسا انفارس قلنا اللارم تاع الكريم الادستاري واحد ما يذر يعني امام المدسان لدي الوتوبسي تاعو مينج موش يتكلمو مينج يتكلمو قال لا سنة نصر احنا درنا الوتوبسي يبطل انا مينج يتكلمو اصاب يجير كاي مينج هذا الكلام هذا هذا الكلام قال هذا قال علي يحيى عبد النور المحامي للحقوق جزائري معروف قال هذا الكلام انا اعطيك سؤال اخر متعلق يعني انت يعني من الناس اللي بلبروش لهذه الضحية للرئيس محمد ابو ضياف كيف تفهم انه لحد الان ما كانش ما كانش واحد قرر انه يكسر هذا الصمت او ما كانش جستيس جستيس نيبافات لحد الان لا ماشي هل كان تعامر يعني تعامر العمليات نفدت ملح نفدوها ملح العملية لان سيبوسا ونخلص بس كل عملية مشت كما احبوها مشت يعني واحد من المسؤولين توفق ما زلوا حي واحد منهم يعني مديميسيونة فور نيجليجونس بسيقراض على ذلك سيقراض هنا تورينا بلي ما كانش عادلة في الجزائر ما كان يطي يجيستيس اثار يعني اقتيال رئيس دولة واحد واحد يخلص هدف شوف هدف العقل ما تصور كم الفاقل هدية ستو خمسين كانوا تمك تعلي قادر وواحد منهم اخلص وقوانت وقوانت زيد المسؤولين تاحهم وراهم واحد ما يعني مكان راجل يديميسيوني يقال أنا لغالب صراط يديميسيوني واحد منهم ابو جا هدية باش غدوم يقلون ناش بهد العملية دارها نفدها واحد وحده هدى ما تخش العقل ما تصور ش ني في الجزائر هاو المشكل لو يصير في الجزائر مان كانش التيقة منهار بودي افقتلو التيقة مشات مان كانش تيقة هاو المشكل وراهو مشكل تيقة وكيف قضية قضية التفسير تعل الاغتيال هل صحيح ما اثير وهل كان عندكم معلومات انا ذاك انه بدأ بدأ يفتح في واحد الملفات ملفات مرتبطة بفاساد مرتبط بمن كان يملك السلطة او مكان على صدة الحكم انا ذاك هل هذا الكلام صحيح عندك فيها عندك عليها يعني دوني تقدر تقول لهم انه اخي شوف الكتاب تعيش تفكلي كتاب تعيش وحتى الآن يعني الكتاب تعيش عنده عامل خرج واحد مقدر ما قال هذي صحيح هذي ماشي صحيح اطلع الكتاب تعيش كان كل تعيش كان كل تعيش يعني مكتوب اعز وصلا الزافر التي اتلقى بموداف والجماعة التي بعتهم في جنز الفيسي انفرنس بور انكتة اه sur الكنت تاليبان وليح ملاجيري اذا هذي الناس قتلهم كدخلوا كامل قتلهم بصفاهم هذي في كتاب كتبت هنا والآن حتى يعني عامل خرج كتاب واحد ما يعني ما يدخل ما يقول لك هذا شي صحيح ولا هذا ماشي شي صحيح اه درغني انت يدر واش تحب حنا 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 موالفين ولكن نظن بلي الحال او تبدل اليوم ما روش كما كما في نسعينات نسعينات كان ارهاب وقال كبالك تيروريزم ومنا بلدي ما تحرك موالول لغالي من يلتحو بهم 120 سنة بريد وخلاص يلزم شوف الميل في تحل فيهم ولا بلا بهم طيب انا وستطل سعاد هذي ضروريا هذي ضروريا بس سيناصر نشوف 20 سنة بعد قتيل تعبوضياف نشوف كيف الشبان متمسكين بالرئيس الراحي سيناصر سيناصر نعطيك دقيقة الأخيرة من هذه المداخلة وشن هو النداء ان ترك ابن الرئيس المغتال محمد بوضياف وش تقول هذا الناس اللي جابوه ولتعتقد انت انه قتله وش تقول لهم في دقيقة على الهواء على قناة المغاربية نقول لهم الجماعة رأيك لماذا ترم بين يدين ملاهم بين ربي سبحانه وتملك مكان يصنون فهمت الشيء يدير ملاح تخلص عليه ملاح تخلص عليه أنا اليوم نطلب مشاهد راح جان قاعد الشعب منطلب الحقيقة الحقيقة اقتل تعبوذياف الناس اللي مزان محيين على عبار مشكون نقصد عليهم يجب يقولون كل الشعب يكف معي باش نجيب الحقيقة ونظن وكان غدوة يعني الشعب الجزائري يعرف الحقيقة والله العدي نصدق لك بالبلاد تحت بشي يعني في يعني لاظنية نشوف فيها يعني ملاح نجل الرئيس المقتال سيد محمد بوذياف شكرا مرة أخرى على هذه المشاركة وهذه الشهادة منك في حلقة اليوم الخاصة باغتيال الرئيس محمد بوذياف سيد محمد يعني هي مأساة هي مأساة عائلة ومأساة قيادة ثورية وهي أيضا تشابتر يعني مقطع من مأساة وطن يعني كل الناس يحكيوا بهذه الصفة هذا الاغتيال هو جاء في إطار حركة دفع فيها أو دفعت فيها الجزائر كثير 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 يعني من النفس ولا من خسارة اقتصادية أو خسارة هيبة سياسية كيف كيف نقرعه هذا الاغتيال في هذا السياق كله قراءة مؤلمة مؤلمة جدا يعني هو أخونا ناصر قال لك لازم نعرفه وما نقتل بوذياف نعم لازم نعرفه وما نقتل بوذياف وما نقتل قاسلي مرباح وما نقتل عبد قادر حشاني وما نقتل معطبل والناس وما نقتل سعيد مقبل وما نقتل مئة صحفي وما نقتل الأجانب اللي كانوا موجودين في البلاد وما نقتل فرمكة وما نقتل في فرريس وفي بنت الحاو فيس فيس أنا نقول لك شكرا نقتل الفيس أنا نقول لك على الليسان خالد نزار خالد نزار قال لم تعرف نعم نعم نعطيك فقط نعم هل أنه غايب خالد نزار في هذه الحلقة أنت ركس ماتها هذه أما نحن ما نقتلوش نقدروا نديروا ديماج ويقال لك نقدروا كشما نلعبوا كشما نلعبها منا 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 ميت تويين بريزيدون نقتلوا شعب والآخر نحن ما نقتلوش كان غير الإسلاميين يقتلوا وكان الفيس ليقتل وكان ممكن هذا الكلام وقدروا يغلطوا به بعض الناس لما كانت الحرب تحت أسوار عاتمة وتحت أسوار الناس ما تعرفش ما يحدث وحتى السؤال كان مطروح كي تي كي من يقتلوا من لكن الآن تغيرت تغيرت لما شفنا أنه اللي قام بعملية الكنيسة في مصر يوم 1 جونفي 2010 2011 كان وزير الداخلي المصري كان وزير الداخلي المصري يوم أنا بعضت اليومين أو ثلاثة كان عندي تصريح في قناة معينة قلت له ما أعتقد أن اللي وراها هو النظام المصري طبعا كانت يعتبر هذا كلام لا معنى له الآن ثابت بالأدلة أن اللي قام بها هو كان وزير داخلي المصري فجر كنيسة في رأس السنة لكي يتهم الإسلاميين ويتهم الإسلاميين وتتهم الجماعات ويصدر بيان وصدرت كم صدرت بيانات باسم الجية وكم صدرت بيانات باسم العياس وكم صدرت بيانات لكن الآن بدت الصورة التضح عندما يقول غزالي وهو اللي كان رئيس وزارة آنذاك يقول باللي هو صرح فيما بعد في صرح آخر يقول اللي جابه هم اللي قتلوه حتى تصريحه هو في شهادة في البرنامج اللي فوته هو قال أنه اسمع الناس يقولوا بعدين عاود في تصريح آخر قال أنه نعم اللي جابه هم اللي قتلوه هذا كان رئيس وزراء هذا لم يكن لا معارض ولا مقاوم ولا معادي ولا من الفيس ولا من غير الفيس هذه حقائق الآن يستطيع المثل يقولك تستطيع أن تكذب على كل الناس بعض الوقت وعلى بعض الناس كل الوقت لكن لا تستطيع أن تكذب على كل الناس كل الوقت الآن بدأت حقائق تتكشف بدأت الصورة تتكشف وهو اليوم لما يصرح كما نقل تياسة كما ذكرها ناصر بوضياف يقول هذه الكلمة في حد ذاتها تعني الكثير يعني أن كل ما قلته على قضية لاكتيزولية وعلى قضية أن هذا عمل فردي أنت أبو معرافي وعلى قضية أنك الآن أنت بهذا الاعتراف تعترف أنه ليس صحيح ولما نعرف أدار الموضوع وهو أشرف على لجنة التحقيق فيما بعد وهو عبد الرزاق بارا من هو عبد الرزاق بارا وكيف أعطيت لهم بعد سفارة في ليبيا وأصبح سفير في ليبيا مكافأة له على أنه يغم قضية بوضياف وكيف أنه سايح اللي كان هو البروكيروجينيال التعقض المجلس الجزائر واللي حكم على أساس القضية هي قضية وحكم على أبو معرافي كيف أصبح قنص العام في تونس كيف أرشاوا الجميع من أجل أن يسكتوا وكيف اللي ما رفضوا الرشوة قتلوا مثل فتح الله المحامي اللي رفض قضية لاكتيزولية وكان عضو من أعضاء اللجنة التحقيق اللي أنشأوها هناك ولجنة التحقيق انطلقت من فكرة للكومبلو في البداية وصرحوا قالوا كين للكومبلو كين المؤامرة في مقتل بوضياف بمعنى أن ما هوش بو معرافي ما هو إلا منفذ إذا كان هو المنفذ الوحيد لأن فيه حديث كثيرة أيضا كما ذكر اسمعنا عليه يحي عبد النور يقول أنه كان هناك رصاصات انطلقت في اتجاه مقابل بوضياف وليس من وراء بوضياف فقط كان هناك على الأقل أكثر من قاتل إذا افترضنا فقط أن نضمع رافي وهناك قضايا كثيرة في الملف يعني قضايا بوضياف قتل لأسباب ثلاث أسباب يعني المحور ليتحدث عن لماذا قتل نعم بوضياف قتل ثلاث أسباب ثلاث أسباب يفتح رئيسية فتح ملفات الفساد وأرسل ضباط وأرسل مدنيين أيضا يفتشوا في قضية الفساد وهو أول من تحدث أنا ذاك على المافيا بوليتيكو فنانسيار المالية السياسية اللي يجي ما يسمى برئيس بالوزير الأول ويحيى قبل أسباب ويعترف بأن الاقتصاد تهي من عليه المافيا يعني تخيل أنه رئيس وزراء أو وزير أول يعترف صراحة بأن الاقتصاد تهي من عليه المافيا تكلم عليها بوضياف قبل عشرين سنة لأنه اكتشف الحقيق وجوه الناس كثير وكان بينهم قاسد مرباح وكان بينهم كثير من المخلصين للجزائر والمواطنيين اللي بدأ معها بوضياف يفهم حقيقة ما يحدث وأن القضية ليست قضية متطرفين إسلاميين يريدون يعود بالجزائر عشر القرن إلى الوراء يليتهم نرجع عشر القرن كان هذاك حكم الراشد وحكم النبوي لكن طبعا هما لما يقولوها يقولوها بالمنطق أنه التخلف وأنه كذلك لكن بوضياف قتل ثلاث أسباب سبب الأول قضايا الفساد لما بدأ يمس في ملفات الفساد اللي كانت تتمس كبار منظومة الحكم وكبار العسكر والمدنيين والسبب الثاني بسبب قضية المغرب والصحراء الغربية والسبب الثالث بسبب قضية الإسلاميين بوضياف بدأ يفهم وبدأ يلتقي ببعض المخلصين الوطنيين وفهموا أن الإسلاميين هذا هو حزب فاز في انتخابات مشروعة كيف ندعب؟ لأنه وارتكب خطأ كبير لما قال أنا مستعد أن نبع 30 ألف إلى الصحراء بعدما كانوا أرسلوا 20 ألف وكانت مؤلمات وفتحت المعتقلات فتحت المعتقلات ألاف هذه النقطة السوداء في هذه الحق بأنه فتحت المعتقلات في الصحراء الجزائرية وزجة والمشكلة زجة بملاضي الفيس وحتى من اشتوبها فيه يعني أنه من شبه حين لم يكنوا حتى من الفيس هذا صحيح وكين لم يكنوا حتى كين لم يكنوا داري اللحية حتى فقط لأنهم داري اللحية أخذوا عجباتوا اللحية مدارها مدارها أخذوا يعني كين ناس يعني أنت هذا مهما كان كان حزب مشروع يعني يفوز في الانتخابات بدل ما يشكل الحكومة كما في أي دولة وفي أي ديمقراطية تدعى ناصره إلى السجون وإلى المعتقلات طبعا آخرين بعدين يفروا للجبال وآخرين يفذوا السلاح وآخرين يفروا إلى البر والخارج وكل واحد ينجو بنفسه القضية إذن هي ثلاث أسباب رئيسية السبب الأول قضايا الفساد واكتشف أن هناك رشاوي فساد كبير والرجل كان غايب 28 سنة على الجزائر لم يكن يعرف أن الجزائر موجودة في فساد كان ذاك فساد لكن الآن لا نشف في فساد الآن في محيطات الفساد كان السبب الثاني أنه كان يريد أن يحل قضية سحر الغربية من وجهة نظره وصار اتفاقات مع ملك المغرب وحتى أقع لأول مرة المغرب يوافق على التوقيع على الحدود ويعتر من الحدود الجزائرية وتم التوقيع عليها والسبب الثالث كان لما بدأ تتضح للصورة أن هؤلاء الإسلاميين فازوا امتخابات وأنه ليس من حق أي حد أن يضعهم في السجون وفي المعتقلات بما في عبد القادر حشاني رحمه الله اللي كان بعث له رسالة أنا ذاك وحذروا فيها من أن هؤلاء أنت صاحب شرعية وطنية وشعبية وثورية لكن ما كان لك أن تقبل وأنهم جاءوا بك اللي باش يخدموا بيك وبفعل صدقت رؤية عبد القادر حشاني رحمه الله وبعد ما خدموا به وبعد ما خلاه يوقع على المعتقلات في الصحراء وعلى أشياء أخرى قتلوه لكن هو في نتذكر أنه في 192 فيما أذكر كان أنا ذاك العيد الكبير جاء في 192 بدأ في إطلاق الإسلاميين من الصحراء وهذه لم تعجب الكثيرين ومن لي كانوا معترضين عليها محمد العماري الهالك كان صار معه خسام مع بوظيف وآراد ودخل عند بوظيف في الرئاسة وتهجم عليه وكان أنا ذاك هو قائد القوات البرية وتهجم عليه بقوة وطردوا بوظيف من مكتبه وأقالوا من منصبه ونتذكروا ناس كثير مرات ينساوا هذا الواقعة أنه بعدها محمد العماري عينه نزار حتى يخفف الغضب انته عينه مستشار لديه ولكن محمد العماري لم يهضم هذه والعربي بالخير اللي أيضا بوظيف بدأ يشك فيه ويشتبه بأنه واحد من زعماء المافيا الكبار هو ونزار وغيرهم بدأوا كلهم الجنرالات يتجهون إلى أن هذا اللي جبناه بشعة والنا راح يقرقنا وأنه الحل الوحيد الآن لازم تخلصوا منه وبالفعل قررهم يتخلصوا منه وتخلصوا منه بطريقة بشعة وبطريقة أيضا تفتح الحرب القادرة على الجزائيين كيف تفسر العملية تغذيال استعراضية سبكتاكولير بهذا الشكل كانوا قادرين وممكن نفذوها بطريقة كان ممكن نعم كان ممكن لا كان احداث الرعب أمريكا في 2003 لما غزت العراق أسمت العملية انتاحها كان صدمة رعب صدمة الرعب صدمة الرعب هما دارسين طبعا أو هناك مستشاريهم من وراء البحار اللي فهمينهم أنك خلعت الديب خير مش يجنابوا المثل اللي يقول عننا هذا وهو أنك أحيانا حتى تخيف مجتمع كله ووطن كله تعمل هذه العملية ولذلك كان عمليات كان كثير من العمليات كانت تصوروها مثلا عمليات السكوت نتاع أول نوفمبر 1994 تم تصويرها في مستغان في مستغان تم تصويرها وحدثت رعب هائل داخل لأن الصورة ليس كما تسمع عندما تسمع قطة الربعمية في بن طلحة خاصة كشافة صغار نعم صورة تحدث رعب نحن الآن لما نشوف الصور في سوريا ناس مرعب وش يحدث في سوريا اللي يحدث في الجزائر راهو عشرات المرات أكثر طبعا اللي يحدث في سوريا مرعب لكن اللي يحدث في الجزائر راهو مرعب أكثر راهو المعدل القتلى وصل في فترات معينة إلى 500 قتل في اليوم وفي ليلة واحدة في حد الشكالة في 1997 في بداية جنفي 97 أو 98 98 جنفي 98 1150 قتيل يعني راه لم يكن شيء بسيط مع هذا إذن كانت عملية رعب ورسالة واضحة أنه اللي ما يدخلش للصف يلقى هذا المصير حتى ولو كان بوظيف حتى ولو كان من مفجري الثورة حتى ولو كان من أباء الثورة حتى ولو كان عمره 73 سنة سيموت بهذه الطريقة إذن كانت قضية الصدمة والرعب هل يفسر لك سكوت الكل يعني كنت نسأل في ناصر بوظيف يعني كيف تفسر أنه لحد الآن العدالة يعني ما أخذتش مجرعة 20 سنة هذا الخوف هذا هو اللي يخلى الناس يتخلوا في هذا الآن طبعا بدأت الألسن أطلق مطالق وبدأت الأمور تتحرك خاصة أنه ما يشوفوا توانسة والمسارو والسوريين والكل يثور فيه يعني فيه تحرك والدليل أنه واحد نزاري تم مهاجمته ولا سبه ولا شتمه والله هذا لم يكن قبل سنوات ممكنا لكن فيه خوف وفيه أيضا أنت عقضيت خطني نخطيك يعني تعرف بعض الأمثلة اللي ماشية في الجزائر هو اللي خاف سلم واللي سلم سعدة أيام وهذاك المنطق اللي هو يؤسس للاستبداد ويؤسس للإجرام طيب عندي عشر دقائق وريد أن نقرأ المشهد المشهد السيادسي بعد ذلك هل مشات الأمور بنفس المنطق يعني انقلاب ما عندك شبديل تحوزت نحي رئيس الجمهورية ما عندك شرئيس الجمهورية كيف تم قرأتك لتدبير الأمور وبعد ذلك جاء واحد رعبوه اللي هو علي كافي فيما بعد اختاروا واحد من المجموعة اللي كانت علي كافي اللي كان يدافع على العربية واللغة العربية وكذا وقع علي كافي هذا فقط نعطيك مثال الرعب اللي كان مسكو أنه هو اللي وقع على تجميط قانون اللغة العربية كان بضغط من رضا مالك يبدأ ايه كان مفروض مع أنه علي كافي كان يتزعم قضية العربية وقال نسيبه نسيبه لريضا مالك علي كافي لا أعرف هذا لكن ما أعرف هو أنه كان يتزعم قضية اللغة العربية وتعميم لغة العربية في 92 على أساس أنه بعد مورو 30 سنة مستقلل الجزائر لابد أن تعمم لغة الأغلبية الشعب الأغلبية العظمى من الشعب لكن هو اللي وقع على ذلك كذا يعطيك مثال على ما حدث فيما بعد ما حدث فيما بعد هو عبارة عن سيطرة العسكر تماما على السلطة في البلاد سيطرة الجنيرالات على السلطة في البلاد تماما وظهور ما سميه وما أعرفه فيما بعد بالإرهاب سواء كان جزء منه صحيح أو غير صحيح بالتأكيد هناك شباب حمل السلاح لأنه يعتقد أن القضية قضية حق وسيقاتل من أجلها وشفنا أن الليبيين فيما بعد قاتلوا لقضية أقل من ذلك لأنهم لم يفوزوا في انتخابات ومع ذلك مشى معهم العالم والسوريين الآن على أقل هي قضية أقل من ذلك لم تكن هناك انتخابات حرة في سوريا حتى ثار الشعب السوري ولكن ثورة الشعوب تكفي عندما تثور الشعوب على الحاكم سواء كانوا عبر انتخابات أو غير انتخابات خلاص لا نريد هذا الحكم لا نريد هذا الحكم الشعوب من حقها أن تعيش في أوطانها بمن ترضى إذا كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا تجوز إمامة إمام في مسجد لا يجوز له أن يأم الناس وهم كارهون له فكيف يكون لحاكم أن يحكم شعب بأكمله ومجتمع وطن بأكمله والناس كارهون له إذن فيما بعد تخلنا في الحرب القادرة وعلى ذكر ريضا مالك يجب أن ينتقل الخوف إلى الطرف الآخر ونقلوا الخوف إلى الشعب كل الشعب ودخلنا في مآسي التسعينات وأنت تعرف والمشاهدين ربما كثير منهم يعرفوا الكثير لكن طبعا هناك كذب كبير وهناك كثير من الشباب اللي ربما لا يعرفوا حقائق ما حدث وإنما كانوا يستقوها من جرائد مشبوهة ومن كتابات مشبوهة ومن إعلام مشبوه تابع للعسكر وخاضع للعسكر نتحدث عن هذا الرئيس ثم علي كيفي ثم جاءت فترة زروال ثم جاءت فترة زروال زروال أيضا قدموه على أساس أنه مخلص ووطني لأنهم كانوا شيء يعني واحد كما نزار لماذا ما أخذاش هو الرئاسة مباشرة أو واحد كما العربي بالخير أو واحد كما محمد تواتي أو واحد كما محمد العماري أو اسماعيل العماري كان هؤلاء يقدروا أنه يكون هو الرئيس مباشرة ليش راح جيب زروال من الأرشيف زروال كان في التقاعد كان في الاروتريت راح وجابوه وحطه لأنهم كانوا يعرفوا أن الشعب لا يثق فيه أنتم كنتم مع فرنسا أنتم كنتم ضبات الجيش الفرنساوي فهم راح وجابوا زروال مرة أخرى زروال ربما يشترك في هذه معابو ظياف وهو ربما السذاجة التي تصل إلى حد الغباء أحيانا وهو أنك كي يجيبوك راح نحطوك في الصورة ثم شفنا ما قال زروال فيما بعد يعني زروال رغم الوطني تاوى وننظيف نعم قدموه بكل ما فيه ثم وكاد أن يقال أنه ملك ثم يوم ويوم 16 نوفمبر 95 لما قالوا أنهم انتخبوه وانتخبوا الشعب قدموه على أساس أن هذا يساوي الثورة الجزائرية مثل ما قالنا الآن قبل شهرين بأن عشرة ما يتساوي الثورة الجزائرية وتساوي أول نوفمبر ثم في صيف 98 تقوم حملة عنيفة ضده وضد المستشارين خاصة بتشين ويتهم بتشين ومن معه وزروال وبالفساد العظيم وتخوض جرائد معروفة استئصالية حرب عنيفة ضده ويضطر أن يستقيل ومصيب أن يسكت يعني من 99 استقال دار مرة تصريح قال فيه بل كانت هناك نقلاته عليه لويزا حنون فيما أذكر كانت هناك كتائب الموت قتلوا له أربعة من حراسه مرة تصريح تكلم عليه مرة واحدة قتلوا له أربعة من حراسه سنة 2001 ما زيش تكلم الرعب نفس الشيء بالنسبة لك يعني حتى أنه كافي كان أشياء كثيرة وكتب مذكرات لكن قال أنه كان أشياء كثيرة لا يستطيع أن يتحدث عليه للأسف في كثير من الجبن لدى المسؤولين الجزائريين لأنه هم أصلا جاءوا بطريقة غير شرعية يعني علي كافي كيف كان له أن يصل له وأيضا بشيولي رئيس يعني لم يكن بطريقة شرعية ولا زروال بطريقة شرعية ولا هذا بوتفليقة بطريقة يعني زوجة عليكا بوظيف تقول أن بوتفليقة قالها لما استلم الرئاسة أنه سيحقق في القضية وهو يعرف أنه لا يوجد أكتزوني وأنها كانت مدبرة ومؤامرة طيب أنا جاء المقصد يعني بعد زروال أنه نحب مدام نحكيه على المرحوم أبو ظيف ونحكيه الرؤسة اللي جاءه وبعده عليها ما حقوش في هذه القضية يعني عليها ما قدروش يعني يعطيه للشعب الحقيقة إذا كانت هناك قناعة يعني أنه يعني يعني لفيرسيون تاع أبو معرفي خاطئة جاء بوتفليقة ونفس الشي يعني بوتفليقة متورطش معاهم في الانقلاب في هذه الحالة هذه وما هوش متورط معاهم في القتل كما هم يعني كما الاتهامات موجهة لهم لماذا لم يبادر في التحقيقات ومن ملفات كبيرة من بينها بضيئة لأنه متورط معاهم في الصندوق متورط معاهم في اللحستة العسل يعني متورط معاهم في الفساد يعني بوتفليقة وخاوته واللي معاه واللي قراب متورطين في الفساد الكبير لكن لما جاء لما جاء وجاء من مثل مثل البوضييف يعني كانت في غربة قل لمن يأتي بك إلى الحكم أقول لك من تكون إذا جاءت بك الدبابة ستكون عميل للأمريكان إذا جاءت بك الدبابة تعالى العسكر أي عسكر ستكون عميل لهؤلاء العسكر إذا جاءت بك الإرادة الشعبية ستكون عميل لهذه الإرادة الشعبية خادم لهذه الإرادة الشعبية ولذلك شعوب المحترمة وحتى احنا في ديننا يعني أنه الحكم الاختيار يرجع للشعب لكن بعد تقنعوا به الشعب شوية وصوتوا عليه أرحل الناس صوتوا صوتوا على كما تشاء لما يبقى ابو توفيق هو رئيس مخابرات من 1990 ويمر الشادلي ومر بوضياف ومر علي كافي ومر زروال وهما قاعد يتغير ويروح وهذاك ما يتغيش تعرف من هو الثبت ومن هو المتحرك ومن هو المتغير ما يهمش كنت جيب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحشاه وتحطه ضمن هذا الوضع وهو معروف أنه لو كان من بعد نبيلة كان عمر وأنه كان أعدى العادلين بعد الأنبياء لا يستطيع أن يفعل شيء لأنه ضمن سيستام ضمن إطار معين لا يستطيع أن يتحرك كل ما يتحرك تضيف لما أراد أن يتحرك لما أراد أن يقضي على الفساد أو على الأقل يسهم في القضاء على الفساد لما بدأ يفهم أن الإسلاميين مظلومين لما بدأ يحل قضية الصحراء الغربية التي أكلت من أموال الجزائر من أموال المغرب بلا حدود وتشترى الأسلحة بلا حدود وتغلق الحدود بين الشعبين لما أراد أن يفعل قتل يعني تتحرك تمشي معنا تأكل معنا تنهب معنا تسرق معنا وإلا ت... يعني أنا أنا تركت منصبي ببساطة يعني تكون دبلوماسي تترك منصبي تعرف ما تغير تقدرش تغير إذا أردت تغيرت لازم تخرج خاش السيستام لازم تغادر تماما لازم تعرف ثلاث دقائق من نهاية هذا الجزء ثلاث دقائق من نهاية هذا الجزء من هذه التغطية الخاصة ببوضياث يعني وشيها وشي هو يعني خبرة من بحث بهذا الموضوع المسوك الشخصي وعلى مستوى الحركة متاعكم حركة رشاد وين شايفين أمور رايحة الأمور رايحة للتغيير الشعبي للثورة الشعبية ما فيش حل آخر يعني كل يوم راي تغرق الجزائر أكثر يعني اليوم تسأل أصحاب المدية ولا أصحاب البلايد يقول لك تري سيتي ما عندناش ووصلت درجة الحراري إلى 48 و 45 تسأل أصحاب ورقلة ويقول لك تري سيتي تقطاع لما توصل ربعين درجة وهم توصل تري سيتي مرة إلى 50 درجة أحياناً في عين صالح ولا في بعض المناطق يعني لما تسأل بعض المناطق اللي ما ما عندهاش لما تسأل لما شف الشتال اللي فات أنه الناس ماتت من البرد ماتت ليس مجازاً وانما ماتت من البرد لانما عندوش القاز والناس كانت تدير لعشين كيلومتر وكيلومتر ونصف باش يشري قراءة تاع قاز كل هذا وهذا الشعب الجزائري وهو صاحب الثورة يعني يشوف الشعوب تونس ومصر وسوريا وليبيا وغيرها تنتفذ وتنتفذ ينتفذ الشعب ما فيش وبعدين ما فيش حتى حتى اليمنوا بالنظام ولا يحاولوا يحافظوا على الحد الأدنى من المصالح وكذا نظام غارق بعد ما سمي بالانتخابات ما همش قادرين يعملوا ولا شيء كل شيء جامد لأنهم متقاتلين في مبيناتهم متصارعين في مبيناتهم على المناصب طبعا وما همش على السلطة هم السلطة متفاهمين أنهم يسكواها في مبيناتها فنحن متجهين نحو التغيير في الشك لكن ان شاء الله أنا عندي قناعة كبيرة شعب الجزائري سيبني دولة قوية سيبني مجتمع راشد بأتم عن الكلمة سيبني لأنه بعد الخبرة كل هذه وبعد الثمن خمسين سنة من الاستقلال نوصله إلى هذه الأوضاع وين الناس تقتل نفوسها والشعب والشباب أغلبية الشباب ولا جزء من الشباب غارق في الزطلة والناس تقتل أرواحها والناس تنتحر نحن نتجه بكل تأكيد وصل إلى حد بائس لكن هناك أمل كبير أن هذا الشعب الذي خرج فرنسا يستطيع أن يلغي ابنائها وعملائها ويبني دولة دولة الحق دولة القانون دولة المؤسسات دولة بالفعل لا تزبزو الرجال وليس بالكلمات كما كان يقال لكنها زالت للأسف أشكرك جزيل الشكر الدبلوماسي الجزائري السابق والعضو المؤسس في حركة رشاد المعارضة في الجزائر سيد محمد عربي زيتوت على المشاركة معي في هذا الجزء الأول من هذه التغطية الخاصة لاغتيال الرئيس محمد بوذياف 1992 قصة اغتيال رئيس مستمرة التغطية ألقاكم بعد فاصل قصير التغطية toute la première raison c'est qu'il voulait aller dans les élections. L'autopsie de Boodyeff, pourquoi ? Parce que, si on avait fait l'autopsie, il y a eu des balles tirées de derrière, mais il y a eu des balles tirées en avant et qui s'est logée dans le cœur. Mais la justice n'a jamais pu avoir de la gendarmerie. Ce qui est normal pour tout le monde. L'autopsie vous l'avez faite pour savoir dans quelles conditions elle est morte et quelles sont des balles qui a tiré. La mort de Boodyeff est suspecte. ما أستطيع أن أفعله وإن أفعله أنه كانت من أحسابه على أحد الأنساء كلما كانت أحسابة أحدهم وما أحسابه يتحدثون ما أقولون؟ انه يقولون أنه قدونا وقعه عندما كانت أخذتاقا كما كان يتحقق بحقوق وما يتحقق بشكل شيء فقد أردت أنه يتحقق بحقوق الإساقق بودية كانت تحقق بودية وخ seasonتي فعلت وأعطى بالخامل. المسبقين انها ينهايضًا لترى الآخرين. لأنه لم ينفق لتغيقه سيواجه ويواصلع أن تتعب بوديجع. لأنه لذلك كيف يمّع للمساعدة لهذا التonedر حيث لاحقًا للمساعدة้ ، لكن أن اخذ لم يكن جيد للمساعدة للمساعدة الشيطة للمساعدة مع معنى , سيجد صبقيه لليلعذر عبراً للمساعدة ، ويجب أن يقوم بمشاهدين العزاء في هذه التغطية المستمرة لذكرى العشرين لإغتيال الرئيس الجزائري محمد بودياف نستمر في هذا النقاش قصة إغتيال رئيس الجمهورية في الجزائر ومعي عبر الهاتف من بريز السيد أحمد غزاني رئيس الحكومة الجزائرية السابق والذي كان رئيس حكومة أياما حكم سيد محمد بودياف رحمه الله ورحب بك سيد غزاني السلام عليكم وعلى مستمعكم السيدي كنا نستمع إلى مقطع من تصريحك لقناة فرنسية منذ سنوات قلت أنه أثناء الجنازة كان يعني للكورتاج أوفيسيال يمشي كان فيه ناس يقولوا باللي جابوه هم اللي قتلوه هذاك الوقت يعني 20 سنة من قبل هل تعتقد أنه مازالت هذه القناعة هي اللي موجودة وأنه لازم يعني الروح لإعادة فتح هذا الملف طيب هذا يوم الزكر يوم حزن للجزائرين كلهم دولة ووطن وشعب أنا عشت حقاً لما كان يفوت الموكب الرسمي شعب رجبته وقتلته يعني هذه كانت قناعة قناعة الناس قناعة الشام نعم هل تاريخ سيبين في المستقبل الحقيقة أم الحقيقة هي التي أصفرت عن المحكمة هذا الله عنه لكن الشيء اللي هو يعني متحقق أن اغتيال المحوم موضيها كان أكبر ضربة وأخطر ظلم أنا نرد كبه ضد الجزائريين أنا كان منبع الأرض حل كانت عملية معزولة أو عملية مدبرة لكن في آخر ما طهف شيء اللي هو متحقق أنها أنا وهذا قلت وقبع في رسالة استقالتي اللي أنا استقلت بعد ما زلنا يلحدي الآن عشرين سنوات بعد رحيله ندفع الثمن لهذه النربة وسندفع الثمن في المستقبل اليوم سيخزالي اليوم خالد نزار اليوم اليوم قال أنه سألوه ديجان في العالية لما راح لهذه الذكرى قال يسألوه وكتا لا فيريتي وكتا لا أخر كان قناع عند الشعب لأوبسيون هذه بمعارة فيما يصححها فقال لهم كما نقلتها الصحف الجزائرية ونقلتها الموقع توسير لاجيري قال لهم بالحرف الواحد فسوري لا فيريتي دمان هل تعتقد أنه تصريح بهذا الشكل يكسر يعني لفرسيون الأولى اللي كانت لفرسيون أوفيسيال بأنه كان ناكت يزولي وأنه لقم به هو شخص اسمه بمعرفي أنا أنا ما نشعرف على أي أساس سيخال نزار ونعشنا مع بعض هذه المأساة ألا ذاك هل يعني حقيقة سنعلم يعني ما وراء إذا كان هوك شيئاً وراها كل هذا الله أعلم ولكن أملي ومن مصلحة الجزائر أن الحق تبين في المستقبل هذا ما نأمله لكن أنا ليس لدي أي معلومات التي تسمحني نقول سنعلم هذا مكرا أو بعد مكرا أنا نشعر مثلاً في الكينيدي منذ 62 سنة هل الأمريكيين الذي هم أو غير عامل الأمريكي الذي يعني بالضبط الحقيقة في من قتل كينيدي أو في من ضبرا يعني نعلم الذي قتله هو معرفي لكن هل كان يعني كانت عملية معزلة أم كانت مضبرا لازم الجزائر يعني يعطى لهم له حق الحقيقة الحقيقة المستقبل سيد غزالي يعني أنا نستغل وجودك معي لأنه الناس ناس كثيرة يبعثون فأسيلة ويحبوا يحبوا أنك تجاوبهم خطر جاوبهم حول يعني هذا الاغتيال كي نحطوه في الكونتاكس متاعو يعني في هذا الوقت جاء في سياق إقالة رئيس جمهورية توقيف مصار انتخابي لا يعني جاء بعد يعني هذا ره نتيجة نتيجة ل كان من قبل يعني شوف نعم أنا سمعتك تقول إقالة هذه بعد إقالة بعد استقالة كان الرئيس شار اللي بجيت استقالة وهذا هو بدات ومازال بقي حي هل سمعتم رئيس شار اللي يقول وقلت وبلاك سيوم حداث جافي استدعى المجلس الدستوري وأمام الشاشة قال إنني أخذ بكل حرية إلا يتي فرصي إلا يتي فرصي إلا يتي فرصي يعني كالسف ديغة فرصي كان لشيف للإطاء كي نتقل دي دي سيزيون أطرمان كسو لأطرمان هذي شوف انتا ربطها لا بالعكس لازم نقول لازم نقول شيء اللي هو يعني متحقق رئيس المرحوم بومدين مرحوم محمد بودياف كان وهذا التحليل قمت به في رسالتي التي استقلت وقدمتها للمجلس العالم لدولها قلت أن محمد بودياف كان يزعج بصورة يعني معتبرة كان يزعج الكثير لأنه كان رجل القطيع ورجل الأمل ورجل الشبيبة وكان وطني مخلص وكان مصمم على إعادة يعني الهيبة على الدولة وعلى تصحيح الاقتصاد للبلاد وعلى محاربة وهذا الذي جعله كان يزعج الكثير ومؤمن بما أن مجيئه في شهر جنوبي ذات يوم جنوبي كان يزعج الكثير شنت عليه وعلى الحكومة انظروا إلى مكان تقوم بها الحكومة شنت عليه حرب حقيقية حرب إعلامية حقيقية وتناولت يعني في كل لحظة وتناولت ولم تحتدت يعني تناولت كل الوسائل الأكثر وهذا السياق اللي جا فيه اللي جا فيه محمد مغضيف وكان فيه سياق يعني معروف في سياق سياسي في جوه معروف كانت فيه تسود ممارسة سياسة بس الأخبار المشوهة وفي شكل الكذب والافتراءات والإشاعات المنظمة وفي شكل خلط الأوراق والمغالطة هذا هو لكن جا فيه سياق في سياق أيضا توقيف مسار الانتخاب يعني سبحان الله العظيم كانت فيه انتخابات حرة ديمقراطية في البلاد وقفوها وقفوها ناس وما كانت عندهم حتى البديل يعني خلط نزاري يقول لك ما كانت عندنا حتى رئيس الجمهورية جاهرون قلبه ضياف جا في وسط توقفوها نزاري ومتعلقين ببلاد كبيرة يعني أكثر كبير من الناس لا لا يعني واش تقصد أنا نقول لك الشي اللي نجاب نقول لك هو تحرير الوضع السياسي نعم اللي كان سائد لما جاء محمد بوضياء صحيح ما يرغب لك ندخل في التفاصيل فيما يخص توقيف المساعد الانتخابية لشي آخر تبقى نتكلم مع لي نتكلم مع لي لكن محمد وير جاء بعد توقيف وجاء في حالة فراغ سياسي في الجزائر وتقبل المشئولية وما نظنش أن من يعرف محمد بوضياء في القليل أنه رجل يتورد في عمليات انقلابات الاخرية الاخرية الواندو لا 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 بعيد بعيد كل متفقين أنه كان واعي بوضع الجزائر كان واعي بوضع الجزائر وأنا لا أظن هو جاء إلا لا من أجل انتقامه جاء إلا حبا للجزائر في هذا المخطب هذا المخطب يعني لو تسمع على الأسف القدر أعطاه خمسة شهر أو نص لما بدأ يعني وثير بعد الآمال في داخل الجزائر وهذا هذا الشيء يدفعني نقول أن أكبر أخطر دور المرتي وبقت الدولة وقد ضد الشعب هو اغتيال بودياف فيما يخص يعني الاعتبارات الأخرى حسنا نتكلم على محمد بودياف حاشنا نتكلم على في المخطب بالذات طيب نتكلم على على الرحيل محمد بودياف طيب أنت قلت نعم أنت قلت صحيح جدا الكل مجمع أنه بودياف جاء لأنه كان يعتقد أنه الجزائر في خطر وهذاك الحص الثوري متاعه اللي جابه هذه ما فيهاش نقاش الرجل جاء هذا وليه كل اللي جبته هذا غير خرافات ما هو إلا هو اللي يعرف لماذا تقبل المسؤولية هل تعتقد أنه غلطوه هل لا تعتقد أنه غلطوه وغطلوا معلومات خاطئة لا كان مطلع على كل الأشياء كان مطلع على كل الأشياء وكان مطلع على تعقد الأمور كان مطلع على طبيعة النظام كان مطلع على كل 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 الأشياء هذا لكن ليس لدينا نحن على مستوى الرأي واللحكة على مستوى الحكومة أي مبرر الذي يدفع أن اغتياله أو سبب اغتياله كان مجرب خلل خطير في المصالح أو نتيجة نتيجة مؤامرة مدبرة ومن انترف من هذا أنا أنا من الناس الذي يستردهم أي معلومات أنا ما هي المعطيات التي تسمح لك أن تقول مثلا هناك مؤامرة هذا لا يأتي إلا عن طريق التحليل برك أكيد ما يأتيش عن طريق وقايع ومعطيات أنا أقول لا استثني لا استثني أن هناك مؤامرة أو عملية مذبرة من بعيد ولكن ليس هذه المعطيات الشرم برا هذا ولا استثني أن مع الأسف ولكن هو خلل فادح في داخل المصالح سؤال أخير يعني حتى من تعبوك معنا اليوم سؤال أخير أو سؤالين أخيرين في هذا اللقاء يعني وش كان يقول لك هو الله يرحمه في قضية الجبع الإسلامية للإنقاذ كيف كان ينظر لهذه القضية وفتحت ثم معتقلات راحوا فيها ناس في وقته هو قالها في أول تصريحه في أول تصريحه يوم 16 في تنبذة لما رجع إلى الجزائر قال هذه هي يدي وقدمها لكل الجزائريين وأنا مستعد أن أتحاور مع كل الجزائريين كلهم مهما كانت حسسات ما عاد ما عاد أولئك الذين يستعملون الدين لأغراض سياسوية ويستعملون العنف هذا قبل قبل من كن رئيس حكومته قال الشاشاء للجزائريين هذه هي أمدها إليكم وأنا مستعد إلى الحوار مع كل الجزائريين باستثناء أولئك الذين يستعملون العنف والدين لأغراض سياسوية إذا موقفوه كان واضح موقفوه في هذه المدات كان واضح كان واضح هل هو قبل فكرة التوقيف في المسألة الانتخابية هل أكسبت اللي دي تعجيو ناس ينتخبهم الشعب وجه السلطة وحدة أخرى يعني توقفهم هذا هو شيء قصدي يعني كل شيء يتأمي لك لك لم يقبله ما كاش يجي وحده بعد يقف المسار لم يكن له أنه يوافق أو لا يوافق حيث أنه لم يكن في الجزائر نحب أن نصح السهال يعني بعد ما جاء وسمع منك وسمع من الناس ليدي فكرة توقيف المسار الانتخابي ليس مشاركة فكرة توقيف مسار ديمقراطي وهل كان عنه نية أنه يرجع له لم ينتقله أبدا وبالعكس ضمنين زكاه لو كان يعتبره أنه خطأ أو جريمة أو شيء لا يرضيه ما كان أي شعال جزائر وقالها بالحق وقالها بالحق